وفي الوقت الذي يعاني العراق من أزمة مياه وكهرباء أكد وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد خلال لقاء مع الإعلام حميد عبدالله ببرنامج شهادات خاصة والذي يعرض لأحد المقبل أكد على ضرورة تفعيل اتفاقات الدول المتشاطئة وتدويلها لتلافي أزمة كبيرة في المياه لافتني لأن نهري دجلة والفرات بحلول العام الفين واربعين سيجفاني بالكامل رئيس الدولة القادم ولجة الطاقة وجدت يعني تفعل اتفاقيات وتدويل اتفاقيات الدول المتشاطئة المياه وإلا في عام الفين واربعين حسب الاستقراءات والتنبؤات حقيقة سيكون نهري دجلة والفرات نهرين جافين ساقيا تحول ساقيا نهرين جافين أولا نفوس العراق راح يصير بحلول سبعين مليون نسمة الفين واربعين نعم سبعين مليون نسمة وحاجة العراق ترتفع استهلا حاليا استخدام العراق حدود 6 مليار متر مكعب سنويا الحاجة فالفين واربعين راح تكيد تضعف وكميات المياه مع انحصار بكميات المياه فإذن المياه وانذكرته ستحول المياه فقط للشرب فقط وأكد وزير الكهرباء الأسبق بحكومة نور المالكي أن قانون اشتفاث البعث أثر بشكل كبير في المؤسسات الحكومية نتيجة إقصاء كفاءات وطنية كان همها بناء الوطن مبينا أن التهديدات الطائفية أقصت كوادر مهنية أخرى الاشتفاث أثر بشكل كبير كفاءات عراقية وطنية حقيقة كان همها بناء الوطن يعني كان السلاح حقيقة قاسي جدا وكان الخوف من مهندس حتى وان كان يملك درجة حزبية يعني استفيد من عنده شفت ولاء للدولة وطني بقيه من شفت ولاء الوطني القضاء موجود أمامك يعني ليش بتخوف من عنده هاي أولا اثنين هي ليس فقط بالاجتساث قسم تهديدات طائفية كثيرة يعني 2005 إلى 2008 كانت حقيقة ضغطات طائفية وسياسية كبيرة كان يعني راحوا منا السنة راحوا منا الجيعة راحوا منا الآخرة فهل نتعامل بمفهوم المفرد الوطني المفرد الوطنية وراء 2003 حقيقة شو باختفت حتى في رياض الأطفال حتى في المدارس ولفت كريم إلى صعوبة حل أزمة الكهرباء في ظل الوضع الراهن مؤكدا عدم توفر المهنية في العمل بقطاع الكهرباء لم تدرس درسات جدوى لواقع المنظومة الكهربائية بإنشاء إنشاء إنشاء أيضا ما جاءوا بتني في ظل هذا الواقع العيشي عدم تسيق بين الوزارات وعدم وجود استثمار حقا عندما يكون هناك رئيس قطاع رئيس قطاع مهني ينم كل هذه القطاعات دعم ستعود الكهرباء وسيعود ما يجب أفق هذه المحاصصات راح يجي صعب صعب معنى هما كحان صعب